موسيقى السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيع لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أبناء وبنات الأعزاء تلميذ وتلميذات الصف الثاني الابتدائي أهلا بكم مع كتابنا الجميل كونكت النهاردة إن شاء الله عندنا فيديو جديد ونتناول في الجزء الثالث من الوحدة اللي معنا إلى الوحدة رقم 8 الجزء الثالث ممكن يكون الدرس الثالث وإن شاء الله زي ما أنتم شايفين بالصورة هنا unit 8 الوحدة التامنة ما زلنا نتكلم عنها إيه a trip to the store عنوان الوحدة بتاعتنا عشان ما تنسوش a trip to the store يعني رحلة إلى المسجر أو رحلة إلى المخزن في الفيديو اللي معنا النهاردة إن شاء الله أعزائي هنتناول الصفحات من page 26 to page 29 يعني الكتاب اللي معنا بتاع الحكومة اللي أعطيهنا الوزارة هنتناول فيه الصفحات من 26 إلى 29 ودولة كم صفحة نقولهم كنا 26 27 28 29 دولة أربع الصفحات حيغطيهم الإيه الفيديو اللي معنا النهاردة إن شاء الله قد تستمتعوا بالفيديو بتاعنا وزي ما عودناكم في كل فيديو نبدأ بإيه vocabulary اللي هي إيه المفردات طبعا أنتم عارفين المفردات مهمة جدا كل المرطوب منكم يا أحباي أنكم تسمعوا وتكرروا I want you to listen carefully تسمعوا بحرص and repeat after me عارفين كم يريب طبعا listen and repeat نسمع ونكرر وده مهم جدا عشان ننطيع كلمات صحة ok are you ready نهاردة عندنا مجموعة كلمات وبعدين عندنا extra vocabulary مجموعة كلمات زيادة شوية هنتناولهم في منهم خدناهم وفي منهم كلمات جديدة are you ready to start ok very good let's go يلا نبدأ على بركة الله coins coins bills bills money money pants pants shoes 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 t-shirt 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 flower 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 jacket jacket cactus 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 house 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 very good thank you so much very very good indeed فعلا انتو شطار خالص وعايزكم تكرروا معي اكيد كل اصحابنا بيتفرقوا على الفيديو بتاعنا عندينا مين النهاردة بيتفرق اه شايفك يا ليلى يلا محمود وحازم وعلي وعندينا رؤى ياسين اا اوكي يلا واناس وعمر ونور وعبد الرحمن كل حبايبنا الشطار هيكرروا معنا تاني اوكي يلا نرجع نكرر تاني ولا مش عايزين لا اكيد عايزين يلا نسمع ونكرر listen and repeat twice مار رتين okay let's go coins coins bills bills money money pants pants shoes shoes t-shirt t-shirt flower flower jacket jacket cactus house 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 very good thank you so much اعتقد ان في كلمات زي مثلا النهاردة خدنا كلمة coins اللي هي العملة المعدنية يعني العملة الفلوس الحديد يعني وعندينا كلمة bills اللي هي الفلوس الورق امام الورق ايه النقدي وعندنا كلمة جديدة اللي هي كاكتس اللي هو الصبار نبات الصبار بينمو في الصحراء نبات الصبار امام وعند حاوس منزل وباقي الكلمات على ما اظن نحنا خدناها اوكا 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 نروح لبعض المفردات الزيادة معانا شوية النهاردة نكرر عندنا مجموعتي نكرر المجموع علي وبعدين نروح للمجموع علي اوكا 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 لسنعا لسنعا ونكرر مردين بلاس بلاس كلمة كلمة egypt egypt use use currency currency things things food food clothes clothes buy buy use useful need need sweets sweets eats eat eat bunch of flowers punch of flowers very good thank you so much أعتقد أنهم سهلين ومش صعبين يلا نكررهم مرة تاني عشان نأكد طبعا المعنى بالعربي موجود قدام كله okay okay plus plus ease please Egypt Egypt use use currency currency things things food food clothes 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 buy buy useful useful need need sweets sweets eat 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 punch of flowers punch of flowers very good thank you so much well and أحسنتم thank you عبد الرحمن thank you نور and thank you عمر جنة يومنا محمد very good thank you so much كده بعد ما خدنا مجموعة مفردات يلا بنا نروح نشوف الدرس بتاعنا وتذكروا كل كلمة بمعناها عشان ايه في الدرس نتناول معظم الكلمات okay very good let's go to the next page يلا نروح للصفحة اللي بعديها طبعا زي ما انتم عارفين ان احنا في كل ايه فيديو بناخد ايه homework homework يعني ايه يا أنس very good thank you عمر thank you انس يبقى كلمة اه homework يعني الواجب بتاعنا وزي ما تعودنا الكراسة بتاعتنا اللي موجودة معنا هنعمل ايه write شايفين الكلمة دي write يعني write كررناها كتير write يعني اكتب عندي مجموعة كلمات كل تلات كلمات هنكتبهم في الصفحة وبعد كده نكتبهم اكتبهم اكتب من مرة تحت الكلمة اوكي ايه هم الكلمات تي شكتبه في الصفحة وعايزكم تركزوا في الحروف بيتكتب ازاي كل حرف نرسمه زي ما هو عشان يقبع عندنا good handwriting عارفين يعني good handwriting يعني خط جميل ونعرف نقرأ وكل المدرسين واحباءنا يعرفوا ايه يقرؤوا اوكي ما تنسوش تكتبوا الواجب ده وياريت parents اولياء الامور الوالدين يطالعوا على الواجب اول باول ويشوفوا درجة ايه جودة كتابة ابناءنا في هذه الكراسات اوكي thank you so much يلا بينا نروح للصفحة اللي بعدها اوكي تعالوا نعمل حاجة اسمها study the following يعني عندنا مجموعة حاجات عايزين ايه ندروسها كويس هنتكلم عن ايه عن money عارفين يعني ايه money يعني فلوس طبعا كل الناس بتحب الفلوس محدش ما بيحبش الفلوس هنتكلم عن money واحنا قلنا في نوعين من المني عملات ورقية وعملات ايه معدنية لو فاكرين عملات معدنية كنا سميناها ايه coins coins اما العملات الورقية سميناها ايه bills bills فاكرين طيب تعالوا نشوفوا الولد ده الشاطر ده بيتكلم بيقول ايه these are coins these are coins يعني هذه تكون عملة معدنية او ماسكها في ايدو بيقول هذه تكون عملة ايه معدنية اما الولد التاني ده اسبوعي بيتكلم بيقول ايه ماسك في ايدو طبعا ايه عملات ايه نقدية ورقية تمام فبيقول ايه these are bills these are bills احنا عندينا نوعين من العملات عملات معدنية اللي هي coins وعملات ورقية اللي هي اسبوعي بيلز تمام these are coins يعني هذه تكون عملات معدنية these are bills هذه تكون عملات ايه ورقية اوكي نكرر قملتين طولا يلا يلا بينا يا سيف يلا نكرر ها these are coins good these are bills very good نقبط تعرفنا في عملتين اهم تعالوا نشوف العملات دي لان احنا شايفين دي كام دي عشرين جيني مش كده very good ودي عشرة جنيه صح ودي خمسة جنيه ودي جنيه واحد طبعا لو حسبناهم اللي ايهم كام ستة وثلاثين جنيه تمام طب العلامة اللي بين كل عملة والتانية دي علامة زائد احنا سميناها بلاس لو رجعتوا الكلمات هلاجي علامة الزائد دي بلاس وخدناها على ما اعتقد في سنة اولى وعند يساوي هنقول عليها ايه is اوكي طيب لو شوفنا العملات هنقولوا ايه 20 يعني 20 plus 10 زائد عشرة plus 5 زائد خمسة plus 1 زائد واحد is 36 pounds ستة وثلاثين جنيه اوكي طب تعالوا هنقولوا اهم مكتوبين اهو هنقولوا ايه 20 plus 10 plus 5 plus 1 is 36 pounds very good 20 جنيه زائد عشرة جنيه زائد خمسة جنيه زائد جنيه يساوي كام 36 pounds ستة وثلاثين جنيه اوكي تعالوا نشوف مثال تاني عندنا كام دي 10 pounds عشرة جنيه وعندنا هنا ايه 5 pounds وعندنا 1 pound جنيه واحد وده برضو 1 pound is بيساوي كام 17 pounds 17 جنيه يعني ارهم كنا 10 plus يعني عشرة زائد 10 plus 5 plus 1 plus 1 is 17 pounds very good thank you so much يلا تعالوا نقرأ قومة لدي كلها اللي موجودة في الصفحة عشان ايه يقبل كلمات بالنسبة لنا سهلة ايه النطق اوكي يلا مع بعض كده listen and repeat اوكي بعد يبفهمنا الموضوع دلوقتي these 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 coins these are bills 20 plus 10 plus 5 plus 1 is is 36 pounds very good thank you so much well done احسنتم all the girls all the boys are very good thank you well done اوكي يلا كرر ما بعض 10 plus 5 plus 1 plus 1 is 17 pounds very good thank you thank you so much طيب تعالوا نشوفوا السؤال بتسألوا زملتنا بتسألوا ايه لزملها this is a girl and this is a boy هي عندها ايه سؤال وهو عنده الاجابة فبتقولوا ايه how much اه خلي بالكم قبل كده خدنا حاجة اسمها ايه how many كامل عدد فكرينوا في الفيديو اللي عدد قلنا how many كامل عدد وما الايه هنا دي دي how much يعني كامل ايه كامل الكمية تمام يعني الكمية هنا هناك كامل عدد هناك كامل الكمية money is there how much money is there ها ومين اللي خدناها قبل كاك العدد يعني how much كامل الكمية يعني كمية الفلوس اللي معاك كامل بتسألوا يلا نكرر السؤال مع بعض how much money is there يعني كام كمية الفلوس اللي هنا رد عليها وقالها ايه there's طبعا there's اختصار ايه there is يوجد اختصار بكامل ايه there's 36 pounds يعني يوجد 36 جنيه معا اوكي تعالوا نكرر السؤال الثاني والإجابة عشان نروح للصفحة اللي بعد تعالوا نكرر السؤال الثاني how much money is there yes كامل كمية الفلوس اللي معاك قول لي قال لها ايه هو there's 36 pounds you got 36 جنيه اوكي كلمنا عن الفلوس كلمنا عن العملات المعدنية اللي هي coins كلمنا عن العملات الورقية اللي هي build كلمنا عن كلمة زائد يعني plus وكلمة يساوي is how much كامل كمية يلا جاهزين لروح للصفحة اللي بعدها اوكي فاهمين هدي لو مش فاهمين هنرجع الفيديو شوية ونسمعه من الاول اوكي let's go اه ادي شرح القاعدة بتاعتنا بتقول ايه تعالوا نشرح الكلام اللي قلناه في الصفحة اللي عدت بيقول لي هنا ايه language focus يعني وظائف لغوية هنركز عليها هنا فاكرين الفيديو اللي فات خدنا كلمة how many نفس المكان هنا how many فاكرينها نعم النهاردة هناخد ايه how much how much يبقى معناها كم الكمية كم الكمية اوكي هنتكلم للسؤال عن المبالغ المالية عن السؤال عن الفلوس لما حب اسأل زميلي او اسأل اختي او اخوي اقول له كم من الفلوس معاك يعني كم من الفلوس معاك كم معاك من الفلوس هقول له ايه how much وبعد كده اقول له money is there يعني كم يوجد معاك من النقود او من الفلوس تعالوا نشوفه مثالنا how much money is there دي طبعا السؤال ده موحد يعني ما نغيرش في حاجة هو هو how much money is there يعني كم كمية الفلوس اللي معاك بس كده هنلاقي ده ايه كم خمسين هنقول ايه there is fifty pounds there is fifty pounds يعني يوجد خمسين جنيه وزي ما قلنا there is ممكن نختصرها في كلمة واحدة هنقول ايه there is there is براهض عليكم طيب طيب هل how much دي بتستخدم للسؤال عن الفلوس بس لا اللي برضو كلمة how much كم الكيمية بتستخدمها للسؤال عن الأشياء يعني مش عن الفلوس بس على money بس لا ممكن نستخدمها للسؤال عن ثمن الأشياء يعني عايزين نقول الحاجة دي تمانها كام يعني مثلا علبة البسكود دي تمانها كام أو ألم الرصاص ده تمانه كام تمام عندينا طرقتين للسؤال لو هنسأل عن حاجة مفرد هنقول ايه how much is لانتو عارفين ازي تستخدم لمين للمفرد يبقى نقول ايه how much is ونقول اسم الحاجة اللي احنا بنتكلم على بتاعنا اخد مثال كده اهو how much is a cactus يعني بكم ثمن الصبار الصبار ده سعره كام لو بصينا هنا forty four اربعة وربعين هنقول ايه that's forty four pounds يبقى احنا هنا في السؤال ده سألنا عن ثمن الصبار ولما سألنا عن ثمن الصبار استخدمنا كلمة ازي لانه صبار واحد اوكي نقوله تاني السؤال how much is a cactus الاجابة that's forty four pounds يبقى للسؤال عن المفرد بنقول how much زائد كلمة is زائد الحاجة اللي بنسأل عنها المفرد طب لو عايزين نسأل عن ثمن حاجات مش مفردة يعني عايزين نقول ما سعر او ما ثمن اقلام الرصاص او ما ثمن الشنط او ما ثمن البنطلون لان البنطلون زي ما قلنا بيعامل معاملة الجامع تمام هنقول ايها how much زائد كلمة are ليه are يا مستر مش is ما البنطلون واحد لا البنطلون يعامل معاملة الجامع تمام ونقول how much are ونجيب اسم البنطلون نقول ايه في المثال how much are the pants بكم سعر البنطلون الاجابة that's 35 pounds يعني سعره كام 35 جنيه اوكي now let's go back يلا نرجع تاني الاول الصفحة ونقول الامثلة كلها السؤال والاجابة وعايزكم ايه please 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 listen and repeat after me نسمع ونكرر okay are you ready let's go احباي let's go بسوط علي how much money is there very good well done omar thank you noor there is 50 pounds very good thank you how much is a cactus that's 44 pounds that's 44 pounds how much are the pants well done thank you that's 35 pounds very good ايه رأيكم احباي في حاجة صعبة مفهومة القاعدة دي ان شاء الله تكون مفهومة طيب الكلمات سهلة نطقها ولا في صعوبة لا كل ما تكرروا معايا وتحصلوا معايا زي ما بطلب منكم بعد كده هتلاقوا الكلمات السهلة نطقها بالشكل الصحيح اللي انا بقولولكم اوكي اوكي والقاعدة مفهومة يعني لما نسأل عن الفلوس بنقول ايه how much money ولما نسأل عن 8 حاجة لو كانت مفردة بنقول ايه how much is ونقول اسم الحاجة لكن لو بنسأل عن 8 حاجة جمع حاجة كتيرة بنقول how much are ذائد اسم ايه الحاجة اللي بنسأل عنها اوكي ان شاء الله يكون واضح وlet's go to the next page نشوف بعض التمارين عالكلام اللي خدنا اوكي تعالوا نشوفوا هنا في الصفحة عندي three practices يعني تلات تمارين practice يعني ايه تمارين او exercise زي ما تحبوا تسموها عندي three exercises تلات تمارين هنا one two three تعالوا نشوفوا bcb number one تطلب مني ايه طبعا الاسئلة دي عارفينها انتو تماما خلي بالكم underline يعني حط خط تحت ايه the correct word in brackets تحت الكلمة الصحيحة اللي بين الايه الاقواس هنلاقي بين القسين تلات كلمات كلمة منهم اللي صح هتمشي مع الجملة نحط تحتها ايه خط line اوكي عندي السؤال الاول كم جملة one two three four five عندي five sentences خمس جمل او منهم ممكن يكون questions اسئلة طيب how بعدين عندي تلات كلمات اهم are the flowers احنا بنسأل عن how much are the flowers يعني كم سعر ايه الورد هنقول how much ولا how many ولا how old how many يعني كم عدد how old يعني كم عمر لكن how much ما سعر يقول ايه لا هتمشي في دولة يقول باندي very good يقول بانقول how much are the flowers بكم سعر الورد هنقول is ولا are ولا am هنشوف اللي جاي هنا ده ايه مفرد ولا جامع a plant a plant يعني نبات واحد طيب هتنفع ام لا ام بتيجي مع اي مع انا اي اي بتاخد ام محدش بياخد ام الا اي بس طيب يقول بفاضل عندي is or are a plant ده نبات واحد عند او قبله حرف ال ا وال ا ده ما بيجيش الا مع المفرد يبقى نقول how much is برافو عليكم how much is a plant very good طيب هنسأل عن الفلوس فاكرين اهو صفحة اللي عادت هنسأل عن ايه much money بنسأل عن الفلوس يبقى نقول ايه what ولا where ولا how هنسأل عن الفلوس يلا عبد الرحمن very good ليلى very good عبد الرحمن نقول how very good طيب how much تحلي بالكم في الجملة دي how much عندي is or am زي اللي فوق دي ببنكمل الجملة بتقول ايه a plant نبات and a cactus والصبار يبقى عندي حاجة واحدة ولا اكتر من حاجة عندي حاجتين عندي plant وعندي cactus مدام قامع يبقى تاخد ايه من قامع من دولة very good هتاخد r شكرا ياسيف هتاخد a r very good thank you طيب طيب thank you بعد كده نمبر نمبر read and complete with read and complete with يعني ايه ريدي نح 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 لنت يعني ريدي يعني اقرأ and complete with واكمل بالكلمات التي عندي is عندي much money are طيب شوف number one كام جمل عندي four four sentences اربع جمل وفيهم اسئلة كمان how much نقاط is there how much نقاط is there يبقى بس العني هنا عن money very good how much money is there very good how نقاط are the pants بكم سعر البنطلون الاجابة كانت 77 pounds يبقى نقول ايه هنا how ايه لنمسأل عن سعر الحاجة how much very good how much اهي كلمة much ايه طيب how much نقاط a flower a flower وردة وحدة يبقى تاخد is ولا are يلا يا عمر هتاخد ايه يلا يا معتز very good هتاخد طبعا is لان حاجة واحدة good طيب how much نقاط the shoes how much the shoes فاكرين قلتلكم pants بانطلون يعامل معاملة الجامع shoes عشان فردتين يعامل معاملة الجامع هتاخد كلمة ايه are how much are the shoes very good بعد كده تعالوا عندنا السؤال الثالث اللي هو number three بتقولنا بي زي بي look and answer خلي بالكم من العنوين دي look and answer يعني انظر وايه واجب يعني هم دوسوا ونجاوب على الجمل we have four pictures عندي اربع صور وكل حاجة عليها السعر بتاحها اوكي زي دي مسلا twenty nine pounds skirt وعندي shoes twenty seven الاخر طيب عندي كم جملة كم سؤال four how much are the shoes شايفين كلمة shoes اهي لما قال قال how much is ولا are قال are ليه يا مستر لانه shoes عبارة عن فردتين كده تقدر تلبس فردة وتسيب التانية طبعا لا هتلبس الفردتين مع بعض how much are the shoes بكام shoes اهو seventy seven يبقى نقول ايه that's seventy seven pounds بكام بسبعة وسبعين كنين يابلاش رخص خالص اوكي number two how much is the skirt من يقول لي skirt يعني ايه الجيبة صح طبعا الجيبة دي تاخد is ولا are ده هي جيبة واحدة يبقى تاخد ايه is في السؤال how much is the skirt بكام twenty nine يبقى نقول ايه that's twenty nine pounds that's twenty nine pounds very good number three how much is the t-shirt بردو تي شرد مفرد قدنا ايه how much is is وليس are كام تي شرده انشوفي الاجابة كام that's forty three pounds كام تلاتا وربيين كنين اخر سؤال how much is the punch of flowers punch of flowers يعني باقة من الورد او بوكي من الورد بكم سعره نشوف الاجابة that's fifty six pounds that's fifty six pounds عرفتو ازاي نسأل وازاي نجاوب لو يكون حاجة مفردة نسأل عليها بايه بإز لو كان جامعة بنسأل عليها نسأل عليها بايه بار very good let's move on اوكي الله عندينا ايه reading فاكرين يا ولاد لما بقول لكم اكتبوا في الكتاب reading reading يعني ايه قراءة عندينا موضوع حل ونقرأه ونجاوب على الاسئلة بتاعته اوكي are you ready to read هنلاقي طبعا الموضوع ده موضوع كتاب بايج 29 هنلاقي موجود في صفحة 29 وبصينا على القطع دي هنلاقي موجودة في بايج كام 29 يلا reading نعم مع بعض عايزكم تكرر ورايا اوكي we use money to buy things money is very useful in our world in Egypt people use money to buy things they need like food clothes and houses we can also use it to buy things we want like sweets and toys in Egypt the pound is our money or currency very good thank you so much we use money to buy things يعني نحن نستخدم الفلوس أو النقود لشراء الأشياء good money is very useful يعني النقود ملها مفيدة جدا in our world in our world في عالمنا في العالم بتاعنا الفلوس مهم وطبعا in Egypt يعني في مصر people use money الناس بتستخدم الفلوس to buy things to buy things they need للشراء الأشياء التي يحتاجوها like food مثل الطعام clothes الملابس and houses والبيوت والبيوت أو المنازل we can also ونحن نستطيع أيضا use it نستخدمها to buy things لشراء الأشياء we want نحن نحتاجوها like sweets مثل الحلو and toys والألعاب الدم in Egypt في مصر the pound is our money الجنيه هو العملة بتاعتنا أو الفلوس بتاعتنا or currency currency يعني العملة very good يلا عيزكم تسمعوني وتكرروا معايا لغاية ليه لما أقف تكرروا الجملة اللي ألتحى okay are you ready ودينا فهمنا القطع let's go we use money to buy things اعلى من كده يسين يلا يسيف money is very useful in our world in Egypt people use money to buy things they need like food like food clothes and houses we can also use it to buy things we want things we want like sweets and toys in Egypt in Egypt the pound is our money or currency very good thank you so much all of you are very good students كلكم تلاميذ شطار thank you so much very good excellent يلا بعد ما اخدنا القطعة الجميلة دي وقلنا reading وقرأنا وتعرفنا على معناها عايزين ناخد ايه تمارين بسيطة عليها اللي هو بيقول لي ايه choose شايفين كلمة choose ها c-h تنضغ ايه choose اختر the correct answer الاجابة الصحيحة جايب لي جملة اهي وفيها كلمتين عايزين منهم كلمة اللي تمشي صح معها عندي كم جملة one two three four اوكي تعالوا شوفوا number one بتقولي money is النقود او الفلوس تكون عندي اختيارين useful ولا not useful يعني مفيدة ولا مش مفيدة ايه طبعا هنا بقول لي ايه اهو فو اهو money is very useful يبقى نختار دي والذي very good عبد الرحمان يبقى نقول لي money is useful اهو اخترنا الاجابة دي اوكي things we need are الحاجات اللي احنا بنحتاجها things we need are houses ولا sweets ايه الحاجات اللي احنا بنحتاجها عشان نشتريها بلوس اهم حاجة طبعا بس احنا بنحتاج البيوت اما الحلوة ممكن نستغنع عنها احنا بنستخدم الفلوس عشان ايه ناكل الاشياء ولا نشتري الاشياء very good نور عشان نشتري الاشياء يبقى ناخد كلمة very good buy thank you number four the pound is the nugget of egypt الجنيدة يعتبر لمصر ايه people ولا currency طبعا الجنيدة عبارة عن عملة يبقى نقولي currency very good يلا كرروا معي الجمل بعد الاختيارات اللي اخترناها number one money is useful number two things we need are houses number three we use money to buy things number four the pound is the currency of egypt thank you so much thank you very good boys very good girls thank you all of you let's go to the next bit نشوف للصفحة اللي بعدها ناخد activities activities يعني انشطة على كل الكلام اللي احنا ايه خدنا طبعا انتو عارفين الايه الحاجات دي عندي number one read and match عندي number two look and answer with yes or no number three supply the missing letter حروف الايه الاقصى تعالوا نشوفوا number one بتقول ايه ونشوفوا صورة بتاعاته number one i want a t-shirt and a skirt فين الايجابة بتاعيتها او فين الصورة بتاعيتها very good اهي يقول انا عايز ايه تي شيرت وايه وجيبة very good number two من يقرى يلا يا رؤى very good there is 40 pounds يعني يوجد كام 40 جنيه فينها اهي number two yes number three the cactus is 44 pounds يعني الصبار بكام 4 جنيه where is it this picture number three we buy sweets نحن ايه نشتري حلوة good where is it اللي هي d okay number four طيب دعالوا نشوف الجملة دي نحط علامة صح لو كانت الايجابة صح تحت yes لو كانت الايجابة خاطئة نحط تحت e no طيب that's one hundred pounds بقول لي دي مي جنيه yes or no huh yes very good اهي مكتوب عليها مياه okay number two i want a punch of flowers انا عايز بوكي ورد اذا عنده بوكي ولا ورده واحدة دي ورده واحدة مش بوكي يكبأ ايه no very good number three يلا يا عمر ارى the pants are thirty five pounds اللي هو البنطلون بخمسة وثلاثين ايه ام خمسة وثلاثين جنيه اه لا مش بخمسة وثلاثين اه صح خمسة وثلاثين اه نبصينا هلها 35 very good okay number four the skirt is fifty pounds ايجيبب كام بخمسة وثلاثين جنيه ابدي skirt لا دي مش skirt اه يقبل ايجابة ايه خاطئة very good thank you number three supply the missing litter supply the missing litter نشوف الحرف الناقص فين اوكي اول واحد اللي هو jacket يطرأ ايه الحرف الناقص من اقول لي very good علي ايه jacket okay number two pants pants حرفه n very good pants thank you اوكي بوكيل ورد اسمه ايه او مجموعة ورد punch punch ناصة حرف thank you very good safe حرف u بعد كده العملة المعدنية او الحديد نسميها ايه coins coins يطرأ ايه الحرف الناقص يا ياسين i thank you very good thank you let's go to the next page let's go to the next page نشوف الصفحة اللي بعديها نكمل التمرنات ha bills bills اللي هي العملة الايه الورقية يطرأ ايه الحرف اللي نائص ha مين اقول لي يلا يا نور very good i thank you house house يلا يا منتهى house ha yeah good thank you oh yes sweets sweets ha مين اقول لي يلا يا رضا very good e thank you يا رضا thank you عندي يأكل يأكل ha يلا يا مصطفى ha eat يبحر a thank you بعد كده make a word make a word كون كل صورة وعندي مجموعة حروف نبدأ بالحرف اللي لونه ايه احمر طبعا عندي ايه دي عملات ورقية وعملات معدنية مع بعض اسمها ايه ha money good ها مين استهجالي money ها نبدأ به m ha m o n e y thank you very good اهي زهرة عندنا بعد كده وردة او زهرة اسمها ايه flower good ها يلا يا نور استهجي معايا ها f l o e r very good thank you بعد كده pants pantalon pants يلا يا رؤة جهزة يلا بين ها p a n t s thank you very good well done احسنتي well done thank you رؤة let's go to the next one ها shoes shoes ها ها يلا عبد الرحمن s h o e s thank you well done احسن يلا يا معتز ها t-shirt من عيه يلا معتز shirt e s h i r t very good كما اللي بعدني ها cactus cactus c a c very good well done احسنتي لكم very good number five circle the old one out circle the old one out عن الكلمة ايه مختلفة عايزين نطلح حط دايرة حوالين كلمة طرنيرة نمبر واشوفي الكلمة شوفي المطلب flowers pants cactus يا ترى ايه الكلمة المختلفة في الدولة very good عالي اللي هي pants ليه لانه flower نبات وكاكتس نبات لكن pants عجبت تلبس clothes ملابس يقبوا ديه المختلفة بايد بعدينة بعدينة نمبر 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 coins bills house الله يا نور good thank you house مختلفة لانه دي ايه فلوس دي عملة ورقية ودي عملات مدنية نمبر three t-shirt shoes sweets يا ترى ايه المختلف في دولة برافو عليكم sweets لانه shoes بيتلبس و t-shirt بيتلبس لكن sweets حاجة بتتاكل اللي هي الحلوة فهي المختلفة ok very good let's go to the next page ندينا اخر صفحة طولت عليكم شوية في الدرس ده مش كده لكن ايه رأيكم درس حلو مش كده ok number six وعندي number seven تعانوا number six بتقول لي a b z b look at the pictures هنبص على الصور look at the pictures and complete with واكمل بكلمة من الكلمات دولة ايه هما الكلمات cactus pounds punch money good تعالوا نشوفوا الجملة الاولى بتاعتي الايه flowers دي بتقول لي i want a nugget of flowers انا عايزة back word او مجموعة ورد جيبا تاخد كلمة ايه ها مين اقول لي تعرف يا عمير a punch very good thank you طيب how much is a بس سعر ايه الحاجة دي ايه دي ها يلا ليلة very good cactus thank you how much is a cactus good the skirt is 50 ها الجيبا دي بكام خمسين ايه خمسين ايه ها يلا ياسين pounds very good thank you pounds very good اخر جملة we use نوع to buy things احنا بنستخدم ايه لشراء الاشياء ها very good money thank you very good اخر حاجة بتطلبها بيزي بي وانت تقلت علينا النهار ده بالصراحة يا بيزي بي الفيديو بتاوي الخاص النهار اوكي copy the following sentence يعني ايه copy ننسخ الجملة دي بنفس الطريقة المكتوبة بيها بتقول ايه الجملة دي the pound is the currency of ايجيبت يعني الجنيه يكون عملة مصر اوكي تعني اكتبها انا كدبتها اهي عايزكم تكتبوها باحسن من القط ده the pound is the currency of ايجيبت وبكده احبائي وابنائي وبنات الاعزاء معلش طولت عليكم ده الدرس بتاع النهار ده اللي احنا تنولناه وتكلمنا عن اه اهم حاجة فيه اللي هي how much يعني كم الكمية او how much became الثمن وخلوا بالكم في الحاجات دي وعايزكم تراجعوا الكلمات والمفردات وتحفظوهم وتعملوا الواقب بتاعكم thank you again for your watching اشكركم على المشاهدة and i hope enjoy your time استمتعوا بوقتكم have a nice day and goodbye goodbye bye